اليوم ان شاء الله سنشارك معكم بجاجة محمرة بالدغميرة كتجي خاطيرة وديدة بزاف بهاك المناسبات والعرضات المغربية كتجي رائعة جربوها وردو عليها لا تنسونيش من لايكاتكم واتشجاعتكم وما تنسوش نضمو الحساب عنوال الحدقة باش بقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات والشيوات اللي كنشاركها معكم ونبدو على بركتي الله سنحتاج المكونات مع علقة صغيرة مملوقة جيدا دي الخرقوم مع علقة صغيرة مملوقة جيدا دي سكين جبير شوية دي البزار شوية دي بسي بيسا وقعقلة واحد ضويمة زعفران تقدروا تعوضها بزعفران شعره إلي كان متوفر عندكم سوفي نضيف الحمضة مصير ربع حمضة مصيرا قطعة قطعة صغيرة نضيف ايضا تومة والهريسة جوج دي الدرسة دي التومة مع علقة صغيرة غير مملوقة دي الهريسة وشوية دي السملحة ربع قصبر ومعدنس ونضيف الملحة لها الشرمولة ونضيف الزيت الزيت من بعد ونضيفه بالنسبة للملحة فجميع المكونات تقريبا كيكون فيهم الملحة حتى مدجاج حكيتوا بالملحة ورقتوا في الماء مع شوية دي الملحة الحامض والخل باشاك يجي متشرب هذا الحامض متشرب الملحة كيجي بنين وايضا كيجي فتيوهشيش ضروري الدجاج كترقدوه على الاقل ليلة كاملة في الملحة الحامض والخل باشاك يجيه الشيش والديد بزاف من بعد كتشللوه كتخلي ويتسقطر عاد كتديروه لها التوابل هادو كنحاول لبسه مزيان مزيان بالتوابل ومن بعد كناخد الخيط الخاص بالدجاج محمار كيكون متوفر في جميع المحلات الكبرى كيبيعوا المواد الغذائية كنربطة رجيلات ديالو وايضا غاد يربطوه من الجهة ديالجوانيح باش هكا ما كيتشتتش لنا فاش كيكون كيطيب من بعد خديت نجرة ديالي يدرت فيها جوج حبات ديال بصلاة الحجم ديالو مكبير مشل ديالرقاق حطيت فيها الدجاج وهديك الشرمولة اللي مقاتلية في سلافة وضفت لها الماء وضفتها على الدجاج حطيته كيطيب على نار اللي كيكون مهيلة باش كيطيب على خاطر خاطر ومن بعد كناخد مره مره واحد العويد هكا ديال الخشب وكنتقب الدجاج ديالي باش كيخرج دك الماء اللي كيكون محبوس الداخل وايضا هاد الطريقة كنعرفوا بها وج الدجاج طاب ولا ما زال غير ما كيبقاش كيخرج منه الماء كنعرفوا بان الدجاج ديالنا طاب هني اخديت الكبدة مع العنق كنضيف لهم جوج ديال درسات ديته مو الماء وكنحطهم كيتسلقوا تقريبا واحد ربع ساعة دجاج ديالي هادا هو الشكل دياله وبعد ما كيطيب تماما يعني تقريبا خليته اربعين دقيقة كنضيف ليهم من بعد زيت النباتية تقريبا واحد نصف كاس ديال زيت النباتية بالنسبة للحجم ديال هاد الدجاج هادا اللي استعملته او هاد الفرخ هادا اللي استعملته فاجوش كيلو جرام يعني ما كياخدش واحد لمدة طويلة خصوصا انه مرقد في الملحة والحامد والخل كيطيبه بسرعة وكيجي يشيش وفي نفس الوقت ما كان طيبوش بساف باش ما كيشتتش لنا الدجاج ديالنا صفحيه التجاج والماراق كنضيف لي هادا الكبدة مع العنق اللي سلقتهم صفيتهم من هادا الموية هادا لهم كنضيفهم على المريقة وكنخليها كتنشف حتى كتولي عليها تشكل هذا النار كتكون مرتفعة مرة 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 كنجي كنحرك هادا المريقة حتى كتنشف مزيان من الماراق وكيبقى ليها غير زويتا هاكا الفوق هاد زويتا هادا 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 غادي نقص منها لان الزيت كتكون كتيرا وليكيلم الاحسن انها تكون كتيرا باش ديك الدغمير كتتقلها مزيان وكت كتنشف مزيان ولكن من بعد فاشا كنبغي نقدمها فكنننقص هذه الزيتا كنحييضا هنا اخذيت واحد شوية دي الزبدة مع شوية دي الهريسة كندوبهم ججيلي اللي حيتو منتنجرة لان ما قدمتوش هذه الساعة فحاولت انني نغطيه بالبلاستيك الغذائي باش كيبقافتي وما كنشفش بالنسبة للناس اللي كيبغيوا يحمروا الدجاج فالفران فكيحاولوا انهم ماينشفوهش نهائيا كييغطيوهم زيان بالنسبة للناس اللي كيبغيوا يقليوه في الزيت كيف ما كنا كنا كندروف المناسبة والافرح لشحال هادي كنا كنقليوه في الزيت فكنبغيوا الدجاج انه ينشف مزيان باش مايبقاش فيه الماء ومايبقاش يترتق في القلي سافي هنا اخذيت هذيك الزبدة مع الهريسة اللي حتتهم كيدوبوا كندهن بهم الدجاج ديالي وكنحطوه في الفران على مئتين وعشرين درجان النار كتكون مرتفعة النار من الأعلى ومن الأسفل دفعة واحدة إلا كتو غادي تحمروه في فرن غازي فشعلو عليه من الأسفل فقط خليوه حتي بدك يتحقلة ويتحمر من الجهال تحتانية وهبطو التحت باش كيتحمر مزيان من الفوق أو شعلو عليه من الفوق ومن التحت دفعة واحدة سافي هنا احطت كيمية ديال دغميره في الطبق ديالي كان حطة الدجاج اللي تحمر شوفوا لي ما شاء الله للوين اللي كياخذ كان حط شوية ديال دغميره الفوق مع الحمض المسير وفي الجواني بكندير الزيتون حمر اللي سلقتوه في الماء فقط كنسلقوه غير في الماء باش كيبقى محافظ لي على هذي الوين هذي ديال وزوين كيعطي منايدر رائع بزاف الطبق ديالي وفي نفس الوقت كينقسمو ذيك الملحة اللي فيه وذك الجهد اللي فيه فاش كاتبغيو تديروه بفوق من الط طبق ديال تقديم كدهنوه بشوية ديال زيت باش كيعطي هذي اللمعة هذي ومن بعد كنحصل على دجاج ديالي بها تشكشوفوا ما شاء الله كيجي كيشاهي جربوه بسحا ورحا وإلى اللقاء